بحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ في بروكسل الجمعة سبل التصدي لتزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاولة تخفيف توتر المتصاعد بين فرنسا وإيطاليا حيال هذه المسألة اجتماع طارئ لمزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية التي أدت إلى تصدع خطير في البيت الأوروبي بعد تصاعد حدة التوتر بين إيطاليا وفرنسا على خلفية رفض روما استقبال سفينة أوشن فيكينغ الإنسانية التي كانت تقل 234 مهاجرا قبل أن تستقبلها فرنسا بمرفأ طولون جنوبي البلاد اجتماع بروكسل يرتقب أن يخرج بإجراءات استثنائية لمواجهة وصول الآلاف من المهاجرين بطريقة غير نظامية إلى السواحل الأوروبية نحن في وضع به الكثير من التحديات مع تزايد الوصول غير النظامي للمهاجرين لكننا أيضا في لحظة تعمل فيها الدول الأعضاء والمفوضية معا بشكل وثيق جدا نحن نحرز تقدما بشأن الاتفاقية التي تمثل الحل المستدام للتحديات التي نواجهها الاجتماع الطارئ دعت إليه فرنسا الذي قال وزير داخليتها لدى وصوله إلى بروكسل إنه لا سبب يدعو فرنسا لقبول مهاجرين يعاد توزيعهم من إيطاليا إذا كانت روما لا تستقبل المراكبة ولا تقبل بقانون البحار انعقاد هذه القمة بعد عدة أيام من وصول سفينة أوشان فيكينغ إلى ميناء تولون يظهر أولا وقبل كل شيء أنه تم سماع فرنسا وأن أوروبا قد أدركت مدى خطورة الوضع تأمل المفوضية في توافق الدول الأعضاء على آلية مشتركة للتصدر الهجرة غير الشرعية مبنية على التضامن بين دول الاتحاد تحدثنا لفترة طويلة جدا عن حل أوروبي لأزمة الهجرة لقد حان وقت الحلول والإجراءات والنتائج من الواضح أن الاقتراح المقدم من المفوضية اليوم يسير على الطريق الصحيح أكثر من تسعين ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي هذا العام عبر البحر المتوسط قادمين من شمال إفريقيا بزيادة قدرت بنحو خمسين في المئة من عام 2021 ولقي ما يصل إلى ألف شخص مصرعهم أو فقدوا في البحر الاجتماع الأوروبي تزامن مع تحركات تقوم بها ليبيا في الضفة الجنوبية للمتوسط حيث نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الخميسة قوافل برية إلى الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد لإعادة أكثر من مئتي مهاجر إلى بلدانهم في تنسيق غير معهود بين السلطات المتنافسة في شرق وغرب ليبيا حيث تم إعادة مئة وخمسة مصريين ومئة وواحد شاضي وعشرين سوداني إلى الحدود وتقول الأمم المتحدة إن اعتقال المهاجرين يتم بطريقة تعسفية وهم يتعرضون غالبا لعمليات قتل واختفاء قسري وتعذيب وغيرها من الأعمال اللا إنسانية بينما تقول السلطات الليبية إن جميع المهاجرين يتلقون الخدمات والرعاية اللازمة لهم في مراكز الاحتجاز الحكومية ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس بير بيرتلو باحث في معهد الاستشراق والأمن في أوروبا ومن العاصمة الليبية طرابلوس إسماعيل سنوسيا المتحدث السابق باسم مجلس الدولة أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك أستاذ بير بن باريس بعد هذا الاجتماع ما الذي يمكن أن يخرج به وما هي أيضا حدود الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف داخل أوروبا المقسمة حيال التعامل مع مسألة الهجرة ليس من المؤكد بأن الدول الأوروبية قادرة على التوافق والتواصل للاتفاق وكما تم شرحه هناك توتر شديد بين فرنسا وإيطاليا إيطاليا وهي من الأسباب التي فازت لأجلها جورجيا ميلوني بالانتخابات في إيطاليا هي مسألة الهجرة سياسة شديدة ضد الهجرة ولا يريدون قبول مهاجرين غير شرعيين خلافا لما هو الوضع في فرنسا ودول أخرى لا أعتقد بأن إيطاليا ستقبل بتقبل هذا العبء كما كان قد تم جدولته لدول الأوروبية كما تعرف بأن بالاتحاد الأوروبي هو اتحاد اقتصادي وسياسي يستند على مبدأ بأنه يجب على كل دولة طرف الاتحاد الأوروبي مساعدة الدول الأخرى في الأزمات والأوضاع الصعبة في نفس الوقت يحصلون على المساعدة من الدول الأخرى إيطاليا اتفقت على أخذ الأموال والمساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي وترفض التشارك في عبء الهجرة غير الشرعية سيكون صعب جدا على جورجيا ميلوني أن تقبل وتوافق على قبول جزء صغير من المهاجرين غير الشرعيين فسيكون معارض ومناف لما كانت قد اقترحته وهناك دول أخرى أيضا غير إيطاليا مترددة بقبول المهاجرين غير الشرعيين كما هي حال المجر مثلا أعتقد بأن فرنسا ستحاول انضمام إلى أغلبية الدول الأوروبية في هذا الموضوع ويكون هناك اتفاق لكل الدول أعتقد علينا أن نحدد الاستثناءات كما لاحظنا أيضا من أزمة الطاقة دول مثل المجر وسلوفاكيا ودولة تشيك وغيرها استثناءات لاستيراد الراز من روسيا مثلا سنعود إلى هذه النقطة دعنا نشرك لأستاذ إسماعيل سنوسي من العاصمة طرابلس في هذا النقاش أستاذ إسماعيل الأمور ليست على توافق تام داخل الاتحاد الأوروبي لكن رغم ذلك هناك شب إجماع على ضرورة التصدي لظاهرة الهجرة والأعداد الكبيرة القادمة من الضفة الجنوبية للمتوسط وبالخصوص من ليبيا والجميع يعلم الآن المؤسسات الليبية كيف تشتغل الآن والظروف التي تشتغل فيها الآن ماذا على ليبيا أن تفعل أمام هذه الظاهرة وأمام هذه الظروف أيضا ليبيا باعتبارها دولة معبر يعني ليست هي مصدر هذه الهجرة وأيضا ليست هي المقصد في كل الأحوال لذلك أعتقد بأن معاناة ليبيا وهي معاناة كبيرة نتيجة تركيز عصابات تهريب البشر أو لنقل الاتجار بالبشر تركيزهم على الخط الذي يمر عبر ليبيا استغلالا لحالة الانقسام وعدم التوافق بين الأطراف السياسية الليبية وهذا طبعا يتسبب بكل تأكيد في ارتباك في الوضع الأمني أو لنقل يسبب أزمة أمنية من ضمنها طبعا إشكالية يعني مرور المهاجرين الغير نظاميين عبر ليبيا ثم عبر البحر إلى أوروبا ما على ليبيا أن تفعله أعتقد بأن نتحدث هنا عن معالجة جزئية يمكن أن تبدأ عبر جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية وهو الآن جهاز موحد كان منقسما والآن صار جهازا موحدا هذا الجهاز أعتقد بأنه يمكن عبر دعمه وتدريبه وتأهيل كوادره وأن يكون هناك دور أوروبي في سبيل هذه الإجراءات لكي يمكن لنقل التقليل ربما من أعداد المهاجرين المتجينة إلى أوروبا هل تعتقد أن السلطات في ليبيا ستقبل باستعادة أعداد كبيرة يجب أن تأتي في سياحة تحيط شرعيين الذين لا تقبلهم أوروبا الآن نعم هو الآن الإعادة الطوعية لنقول أنها ماضية على قدم وساق لكن أنت تعلم بأن القوانين الدولية تمنع الإعادة القصرية للمهاجرين ولذلك هذه المشكلة الآن التي تواجهها ليبيا وهي وجود مهاجرين يرغبون في الاتجاه إلى أوروبا وليبيا تستقبلهم الآن في مقار حكومية وبعضهم ربما لم يصل إلى هذا المستوى نتحدث عن مأساة إنسانية تحدث في بعض الأماكن في جنوب البلاد ربما باعتبار أنهم لا يزالون إلى الآن تحت سيطرة عصابات تهريب البشر فهذه الإشكالية وهي التي تواجهة الحكومة ليبيا وهي إيواء المهاجرين الراغبين في ذهب إلى أوروبا ويرفضون العودة إلى وطانهم هنا المشكلة لذلك أعتقد بأن معالجتها يمكن أن تكون في ظل دولة ليبيا مستقرة لأن ليبيا فيها من المشاكل بسبب الانقسام السياسي فيها مشاكل كبيرة تنعكس على الجانب الأمني وربما على الجانب الإنساني لنتحدث هنا عن بعض الجوانب الإنسانية التي تتحدث عنها التقارير الدولية عن أوضاع السيئة للمهاجرين غير النظاميين وربما يكون فيها نوع من المصدقية في بعض الجوانب وإن كان هناك ربما ما يقوله بعض المنتسبين إلى جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية يقولون أنهم يقومون بما يستطيعونه لأن هذه مسألة خطيرة جدا تتعلق بتوفير إمكانيات توفير تدريب وتأهيل ودعم هذه المراكز ربما ليبيا الآن ليس من أولوياتها أو ليس من أولويات الحكومات الليبية الآن ليس من أولوياتها التعامل مع هذا الجانب لذلك الحل وصلت هذا الفكرة أنه يبدأ من حل الإشكالي السياسي في ليبيا وأن يكون هناك دور أوروبي فاعل في سبيل حل هذه المشكلة لكي نتمكن حينئذ من التعامل مع المشكلة على أنها مشكلة دولية وليست مشكلة محلية نعم أستاذ بيير ما رأيك في هذه النظرة الليبية التي تقول أن المؤسسات في ليبيا عاجزة تقنيا عن التعامل مع مثل هذه الموجات من الهجرة في مقابل محاولات أوروبية لإعادة بعض المهاجرين هل تعتقد بأن هذا حل تقوم به أوروبا الآن أليس عليها أن تدعم السلطات في ليبيا وسلطات في دول أخرى لكبح هذه الظاهرة أصلا ما هو مؤكد أنه إذا ما شئت حل هذه الأزمة تحتاج إلى تعاون وتكافل قوي وكبير بين الدول الأوروبية ودول شمال إفريقيا كما تشرح ليبيا وحتى دول أخرى غير قادرة على حل المشكلة من الجانب إذن نحتاج إلى مؤازراتهم وذلك عندما نعتقد بأن فرنسا أيضا لديها مسؤولية جزئيا بما يحدث في ليبيا تعرف أنه في العام 2011 أطلقت فرنسا هجمات ضد ليبيا إذن هناك مسؤولية وكذلك في تونس تواجه مشاكل سيد بير أظن أن أوروبا الدول الأوروبية لا تنتهج نفس النهج عندما تكون في جنوب المتوسط كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان ليس لديك الرؤية ذيتها مثل دول أوروبية الشمالية في شمال أوروبا بسبب هذا الخط الأمامي وبذلك التوتر مرتفع جدا بين فرنسا وإيطاليا ولهذا السبب تريد إيطاليا أن تنتهج سياسة شديدة لمكافحة الهجرة لأن إيطاليا في الخط الأمامي ويريدون إرسال هذه المشكلة إلى الدول الأخرى مثل فرنسا مما يتسبب بالكثير من التوتر بين الدولتين أولا أعتقد أنه يتعين على كل الدول الأوروبية أن تشترك في هذا اللعب حتى الدول المبتعدة جديدة كثيرا جغرافيا عن جنوب المتوسط جنوب بحر المتوسط ولا يرون هذه المشكلة التي نواجهها وهو مشكلة ستتنامى في الشهور والسنوات القادمة إذا لم نضع استراتيجية عالمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أجل التصدي لهذه المشكلة يجب أن نوفر الأمن ونحقق الأمن في ليبيا من جهة وثانيا من جهة أخرى أن نعزز التنمية الاقتصادية هاتان المهمتان علينا أن نحققهما وتستلزم التعاون الكبير بين الدول الأوروبية وليس لدينا الثقة وليس لدينا تكافر وتعاون دول الدفل الأخرى سيد بير تقول أن هذا الأمر لا يسير وفق على الأقل التصريحات الأوروبية لكن أستاذ معيس نوسي ألا تعتقد أيضا من جانب آخر أن هناك بعض الدول وكأنها تساوم أوروبا بخصوص مسألة الهجرة في حين أن عليها أيضا حماية حدودها وعدم السماح لكل هذه الأعداد من المهاجرين غير الشرعيين بالخروج بهذه الصورة متجهين إلى أوروبا هذا ربما فعلا يكون صحيح خاصة في ظل هذه ربما ما يحصل في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا مثلا وغيرها من الأزمات يعني وأزمة الشرق الأوسط التي لم تحل مثلا أيضا يعني هذا يحول العلاقات الدولية إلى بدل من أن يكون هناك تعاون من أجل المصالح مشتركة يكون هناك استغلال للأوراق ومن ضمنها ورقة الهجرة الغير شرعية أو الغير نظامية والتي من المفروغ منه أن هذه الهجرة غالبا ما يكون مقصدها أوروبا فهذه المشكلة الحقيقة أعتقد بأنها تعالج بالنسبة لليبيا على الأقل تعالج بتحقيق الاستقرار في ليبيا لكي تستطيع ليبيا حينما تكون مستقرة بحكومة واحدة أن تلتزم وأن تنفذ التزاماتها أيضا هذا سيكون من مصلحة ليبيا أن تلتزم بحماية هذا الشاطئ الطويل جدا والذي يصل إلى 1900 كم على شاطئ البحر هذا الشاطئ الحقيقة يحتاج إلى كوادر قوة بحرية ويحتاج أيضا ولا ننسى أيضا الحدود الصحراوية مع دول جنوب الصحراء وهي أيضا تحتاج إلى قوة فاعلة وتقنية تقنية يعني معروف بأن هناك تقنية حديثة على الأقل لتحديد أماكن التي تستعملها الممتدة على الصحراء بحريب البشر وهذا يحتاج بكل تأكيد إلى دعم كبير أوروبي للليبيين نعم شكرا جزيلا لك أستاذ سماعيل لسنوسي المتحدث السابق باسم مجلس الدولة من طرابلس وأيضا شكرا لأستاذ بير بارتيلو من باريس الباحث في مهد الاستشراق والأمن في أوروبا شكرا جزيلا لكم وفي ملف الهجرة أيضا عطرت الشرطة السربية على مئات المهاجرين قرب حدود المجر حيث تسير الدولتان دوليات المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعد السربية واحدة من الدول التي يمر بها كثير من المهاجرين في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي هنا في مدينة هورغوس السربية قرب الحدود مع المجر عثرت الشرطة على ستمائة مهاجر غير شرعي بعدما شهدت المدينة إطلاق نار أدى لإصابة شخصا حسب ما أعلنت وزارة الداخلية نقلا عن وزيرها براستي لافغا سيتش الذي قام بزيارة إلى معسكر اللاجئين تم التقطط مسبقا لمكافحة مهرب البشر والمهاجرين غير الشرعيين الليلة قام عناصر وزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإغلاق هذه المنطقة تم العثور على ستمائة مهاجر غير شرعي وتم تحديد هوية المشاركين في إطلاق النار ليلة أمس وعثر على أسلحة نارية بحوزتهم تمثل صربيا واحدة من مجموعة دول تقع على الخط الرئيسي الذي يسلكه المهاجرون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من تركيا مرورا ببلغاريا ومقدونيا الشمالية ثم صربيا وفقا لوكالة فرونتكس ويعبر الكثير من المهاجرين الحدود بالاعتماد على شبكات تهريب معقدة وقد دفع ذلك كل من صربيا والمجر والنمسا لنشر المزيد من دوريات الحدود المشتركة وتطبيق سياسات شبيهة لتلك المتبعة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنح سمات الدخول للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر